مع زيادة نسبة حدوث أورام الغدة الدرقية في السنوات الأخيرة زاد اهتمامنا بتقييم عقد الغدة الدرقية كتير من المرضى اللي بيتابعوا العقد بالسنار بيسألوا عن تيرادز سكورينج سيستم يعني إيه تيرادز؟ إزاي بنستخدمه في تقييم عقد الغدة الدرقية؟ وإزاي بيوجهنا في التشخيص والعلاج؟ إحنا متفقين إن السنار هو أكثر وسيلة تشخيصية بنستخدمها لتقييم عقد الغدة الدرقية السنار بيدينا فكرة عن عدد العقد وشكلها وحجمها وطبيعتها 95% من العقد اللي بيتم اكتشافها بالسنار هي عقد حميدة وبالتالي من الضروري إن احنا نعرف إيه الخصائص اللي بتخلي فيه نسبة اشتباه نقدر نحدد بيها الخمسة في المية المتبقية لذلك لما بنقيم ثيرويد نوديول بالسنار بنهتم ببعض الصفات منها أثر العقدة أو انعكستها بالنسبة للأنسجة المحيطة ترسبات الكالسيوم داخل أو على جدار العقدة أبعاد العقدة وعلاقتها ببعضها حواف العقدة سواء كانت منتظمة أو لا وجود كتلة صلبة داخل العقدة أو كمحتوى لها طبيعة التغذية الدموية بالسنار الصفات دي مجمعة بتخلينا نقدر نشكل تصور عن طبيعة العقدة ونسبة الاشتباه في وجود خلايا سرطانية أو متحورة بداخلها من الملاحظ ان احنا ما قلناش حجم العقدة كعامل محدد في الطيراتز ممكن تبقى عندنا عقدة حجمها واحد سنتي مثلا ونسبة الاشتباه فيها على المقياس عالي جدا في حين عقدة أضعاف حجمها اربعة سنتي ونسبة الاشتباه منخفضة وكل ما بيزداد مقياس الطيراتز بتزداد نسبة الاشتباه في العقدة فمثلا طيراتز واحد واثنين ما فيهمش نسبة تذكر لكن بتزداد النسب بالتدريج مع التدرج في المقياس وحجم العقدة وان كان ما بيدخلش كعامل محدد في المقياس طيراتز لكنه بيهمنا في اتخاذ القرار المحصل للتعامل مع العقدة ففي النهاية مقياس الطيراتز مع حجم العقدة مع فحص المريض مع التاريخ المرضي للمريض بقدر منه اخرج بتوصية ازاي اتعامل مع العقدة دي والقرار بيكون اما التوصية بالمتابعة الدورية عن طريق خطة زمنية بنحددها للمريض او بنلجأ لعمل عينة من العقدة موضع الاشتباه خاصة مع زيادة حجبها اشتركوا في القناة